وهو سوارج يعني هو يعتبر تلاقي في فترة ايه؟ خلينا نقول إن هي فترة اه... يعني استكشاف بيستكشف اللعيبة بيستكشف الدولة بالنصري بيستكشف احسن حاجة حصلت له في حياته الضغط اللي تشال من عليه إن اللعيبة الكبارة تلايح وإن أنت تجرب الناس وتشوف المجموعة كلها ده خلا أنه هو يشتغل بارتيق حقيقة أكبر وهتشيل من عليه الضغط هتخلي هتخلي تقييمه للعيبة صح عشكي قلتلكم ان القرار اللي اتخد ان اللعيبة الكبارة تريح ده من احسن القرارات اللي خدها مجلس ادارة الاهلي او ادارة الكبارة في الاهلي بقالها فترة طويلة ان اللعيبة الكبارة تريح وان هي تستعد للموسم الجديد وفي نفس الوقت الراجل يشوف اللعيبة كويس عشان نشوف احتياجاته للموسم الجديد والصفقات كل الكلام ده كل لكن انا بقول لكم فيه تلاتة العيبة اجانب في النادي الاهلي انا حاسس ان هم مش الموجودين السنة الجاية في النادي الاهلي ممكن يكون هنا غلطان ديانج وبرسي تاو وميكي سوني ده الاجانب مصدرين قصة تاني لان الراجل وبادر بنون قريدي خلاص راح قطر يعني ان الراجل احساسي ان هو هيلعب السنة الجاية اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة تلاتة يعني الدنيا برضو ديانج مش اللي هو اللي عيب نمراستة الارتكاز اللي يلعب لوحده في الحد تدي لانه على طول بيستلم الكرة اول لمس عنده على طول بتسمح لأي حد ان هو يضغط عليه ويقطع منه الكرة ودي مشكلة في الفرقة الكبيرة في الفرقة الكبيرة لعيب نمراستة ده لو بيفقد الكرة تحت ضغط بيخليك ان انت تضطر ان انت تطلع بالكرة على جنب او تلعب طويل تطلع بالكرة على جنب هو ده الوقت اللي الناس بتضغطك فيه لازم يكون عندك لعيبة نص ملعب بتعرف تفضي نفسها وبتعرف تتصرف في الكرة تحت ضغط كويس دي انجة ما يعملهاش كويس وبصراحة هو مش احسن نمرا تمانية يعني ممكن انت تجيبه فممكن يبقى فيه تفكير ان هو ان هو لو جاله حاجة عرض جيد 5-6 مليون يورو ان الاهلي ممكن يفكر ان هو يعني يجيب لعيب بقى نمرا تمانية لعيب بقى يلعب الفرقة كرة يلعب الفرقة كرة كلها افكار سوارش بيحكم على اللعيبة دلوقتي وهيشوف هيشوف إلا يحسن